ايوه ما خدتوش اعلام عبدالفتاح السيسي ومن واله سواء خارجيا او داخليا اشتغل على القصة دي شغل جامد جدا ويبدو ان حفل توقيع الكتب ده ارعبهم فكم الهجوم فظيع جدا جد من رأس حربة اعلام السيسي الاخ عمر يا قديد وانتهاءا باصغر واحد بيكتب على اي موقع وجرائد بقى بتتكلم والحقيقة هم عاملين زي الناس اللي كانوا مع جوحة والحمار وابنه تلبس بابيون وتلبس كويس وقال لك عايشين في فخفخينا لبس طمقات تقول لك شوف حالهم برا شوف حالهم شحتين جربيع فتعمل احسن حاجة تعملها انك تعرض قراءهم بس اللي لفت نظري ونظرنا انه تقريبا مضامين الحجوم كانت واحدة يعني سواء عمر قديد او نشأة ديهي فهم هجموا في مضامين واحدة وهي كالآتي ما علاقة ياسين اقطاي ببصر طيب وما علاقة محمد علي بمصر وما علاقة الشركة الايطالية بمصر وما علاقة اسمعين الشركة الاجنبية دي اسمعين سامسونج بمصر ولا التانية سيمينز بمصر هو فيه كده الوقت يده نسمع كده جانب من وتشعر انه هو فاكر انت السيسي لما اسمه ايه ده هو لما اسمه ايه عباس كامل كان بيقوله وتقوله تقوله محمود ساعد ورولا وتقولهم كذا كذا تب فاكر الموزيعة لما قالت من سامسونج نتفرق كده على مضامين الهجوم على هذه النادوة اللي كانت يوم الجمعة بتقرت كتب نسمع كده طيب يؤرخ لخمسة عشرين يناير ويكتب يوميات يناير وإيه اللي حصف طب هل حضرتك يا اقطاي كنت موجود في يعني المناسبة دية هل كنت مع الصور مش عايزين يبعيدوا عننا فتيجي مستشار اردوغان يعمل كتاب جايبين صورة منانة التحرير بهذا الشكل وعلم مصر وكاتب ارض الكنانة صورة وصورة ومضادة انا بس اقل ليسين اقطاي انت مالك ومال الارض الكنانة انت مال اهلك ومال ارض الكنانة ياسين اقطاي يؤرخ مبدئيا يعني الحقيقة حتى ما تعبوش نفسهم وبين ضمن كنت باحكلمة النهاردة في البس المبشر في اللايف اللي عملته على قناتي ان من ضمن اخلاق مجتمعات الازمة عدم التثبت من الاخبار اول ما تجد مجتمع لا يتثبت من خبر اعرف ان المجتمع ده فيه ازمة لما يجي واحد كده يقول لك وانت صحيح بتبيع مقدرات الصحافة قالت عنك بتبيع مقدرات اعرف على طول المجتمع ده فيه ازمة وتنتشر فيه الشائعات اذا لم يتثبت الفرد في المجتمع من الخبر فهو فرد مأزوم من ضمن الاخطاء الحقيقة ان كتاب ارض الكنانة حتى ما عارفوش يعني ما تعبوش على شغلهم ملوش علاقة بخمسة عشر يناير كتاب ارض الكنانة اللي عرضه عمر قديب واللي عرضه الاخ نشأة ديه وبيقوله نفس المضامين ما ليسين اقطاي ومرنا يا مصر خمسة عشر يناير كتاب لا علاقة لو بخمسة عشر يناير كتاب ارض الكنانة يا عمر خلي المعدين بتقعك يذكروا شوية يا نشأة انت أصلاك ما عندكش معدين لانا كنت بهم كتاب ارض الكنانة بيعرض لمجموعة من الاحداث اللي مرت في مصر من سبتمبر من اغسطس 2017 وحتى سبتمبر 2019 مجموعة الاحداث التي مرت بمصر مرت بمصر من اغسطس 2017 وحتى سبتمبر 2019 لا علاقة لو بخمسة عشر يناير على الاطلاق خالص لجاب سريد خمسة عشر يناير انما عرض كيف استشد الرئيس مرسي في المحكمة كيف تم اعدام مجموعة من الشباب اللي تكهربوا وكهربوا تكافي مصر عشرين سنة ما علاقة ماكروم بالسيسي ليه الغرب بيسكت على السيسي اراء واحد من ضمن الاراء اللي بتكتب عن مصر في عشرات الدول انما الحقيقة يبدو ان التعليمات جات من جهاز سامسونج اشتركوا في القناة